أشارت بياناته هيئة التجارة الخارجية اليابانية إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 ليصل إلى 72 مليار وستمائة مليون درهم مقارنة مع 42 مليار وستمائة واربعين مليون درهم للفترة ذاتها من العام 2021 بنمو قدره 70 واربعة عشر في المائة وأفادت البيانات بأن دولة الإمارات استحوذت على 37% من إجمالية تجارة اليابان مع منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر مايو 2022 والمقدرة بنحو 196 مليار وثمانمائة مليون درهم كما استحوذت على 36.5% من صادرات المنطقة إلى اليابان وعلى 40% من الواردات